هنروح لمنتخب الجودو اللي سافر راح السنغال عشان يشارك في بطولة افريقيا منتخبنا الوطني للجودو سافر مبارح للسنغال عشان يشارك في البطولة افريقية وهتتلاعب في السنغال في الفترة من 20 والحد 23 مايو اللي احنا فيه باذن الله البطولة هيشارك فيها 200 لعب ولعبة من 36 دولة 121 لعب و 79 لعبة منتخبنا بيدهم 7 لعبين وهم سامي يوسر وزن 60 كيلو عبد الرحمن احمد وزن 66 كيلو وعبد المعطي علي وعبد الغني عبد الرحمن في وزن 73 كيلو وعبد العالي محمد وزن 81 كيلو وعبد الله وزن 90 كيلو وسلمة عبد الله في وزن 63 كيلو كل التوفيق لمنتخب الجودو خصوصا ان مصر قدرت تحجز لنفسها اكتر من مقعد في مشاركة يعني في اولمبياد توكيو القادمة 2020